السلام عليكم ازايكم يا احبابي رب تكونوا خير وصحة وعافية رب متواصل مع تفسير الاحلام لمجلد الامام ابن سيرين اكثر مفسرين احلاما تفسيرا وشرحا بسيطا طبعا السلسلة دي متواصلة وهو ان شاء الله والنية لله عز وجل اني هنفسر مع بعض المجلد كاملا ربنا يدينا ويديكم طوط العمر يبارك في عمري واماركم يا احباب ونفسر مجلد تفسير الاحلام الامام ابن سيرين طبعا احنا فسرنا كتير رؤية الملائكة رؤية الانبياء اصدق الرؤية طيب الرؤية تنوع الرؤية وطبعا ما تفعل عند الرؤية المقروهة وهكذا هنا هنتكلم في الفيديو ده عن تفسير رؤية الصحابة والتابعين في المنام رضي الله عنه يعني في ناس يعني ممكن يعني معقول ان في ناس بتحلم الصحابة اه في ناس بتحلم الملائكة اه في ناس بتحلم رؤية رؤية مثلا ناس كتير تحلم احلام كتيرة جدا سبحان الله يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال زهبت يعني زهبت النبوة وبقيت ايه المبشرات المبشرات هي ايه بها الرؤية الصالحة يراها الانسان في منامه او يراها المؤمن في منامه طيب هنا طبعا هو ايه احنا عشان ايه هنتكلم اه يعني هي دي صفحة صغرنونة يعني بس احنا هنتكلم اه 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 في رؤية الصحابة بس طيب من رأى واحد منهم او جميعهم احياء دلت رؤيه على قوة الدين واهله ودلت على ان صاحب الرؤية ينال عزا وشرفا ويعلو امرهم فان رأى كانه صار واحدا منهم يناله الشدائد ثم يرزق الزفر وان رأى هم تيه منامي مرارا منامي مرارا انا اسم مرارا صدقت معيشته برضو احنا عارفين ان الصحابة ردوان الله عليهم يا احباب مروا بشدائد عظيمة جدا في حياتهم فان رأى صاحب الرؤية ان كانه صار واحد منهم ايه بقى يناله شدائد ثم يرزق الزفر تمام طيب وان رأى ابا بكر رضي الله عنه يعني حد رأى سيدنا ابو بكر رضي الله عنهم حيا اكرم بال ايه بالرأفة والشفقة على عباد الله انك سعافين احنا ابو بكر صديقة رضي الله عنه كان رحيما رؤوفا شفيقا عنده شفقة على عباد الله وان رأى سيدنا عمر رضي الله عنهم اكرم بالقوة في الدين والعدل والاقوال وحسن السيرة فان في من تحت يده فان رأى سيدنا عصمان رضي الله عنه حيا رزق حياء وهيبة وكسر حساده وان رأى ان سيدنا عصمان رضي الله عنه كان كثير الحياة وان رأى امير المؤمنين عليه ابن بي طالب قرم الله وجهه اكرم اكرم بالعلم ورزق الشجاعة والزهد طيب ومن رأى القراء مجتمعين في موضع فانه يجتمع هناك اصحاب الدولة من السلاطين والتجار والعلماء ومن رأى بعض الصالحين من الاموال من الاموات اسفى صار حيا في بلدي فان تلك البلدة ينال اهلها الخصب والفرج والعدل من واليهم واصلحها لرئيسهم سبحان الله يعني في في بلاد بتبقى رئيسها طيب اه عدل ف ف ف ف ف ف اهل البلدة دي بيانالهم الخصب والفرج والعدل من واليهم واصلح حال ايه رئيسهم ومن رأى الحسن البصري رحمة الله عليه كأنه لا بالصوف وفي وسطه كستينج كستينج يعني ايه كستينج يعني اه الزمي فوق سيابه دون الزنار مش عارفة يعني ايه بصراحة دي يعني دي دي حاجة دي ولا فيه وفيه رجليه قيد وعليه طيلسلان طيلسلان عسلي وهو قائم على مز مزبلة وفيه ايديه طنبور طنبور يعني اهلة موسيقية كالعود يضرب به وهو مستند الى الكعبة فقصت رؤياه على ابن السلين فقال اما درعاه والصوف فزهده واما كستينجية دي فقوة في دين الله وامن عسلية عسلية فحباه القرآن وتفسيره للناس وامن قيده فسباته في ورعيه واما قيمه على المزبلة 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 مش عارفة المزبلة دي يعني ايه فدنياه على الله تحت قدميه واما ضرب طنبور فنشره حكمته بين الناس وامن استناده الى الكعبة فالتجاءه الى الله عز وجل طبعا يا احباب تفسير رؤية الصحابة والتابعين اه في المنام بتدل على برضو حال الرائي يعني حاله ايه اه يعني هل اه اه مثلا صحابي من الصحابي اه اه جف في منام احد ما يشوف يشوف الرائي ده حاله ايه اه اه دنيته ايه مع ربنا علاقته ايه مع ربنا علاقته ايه مع نفسه وايه وان رأى التابع من التابعين برضو على حسب حياة التابعي وبرضو على حسب الصحابة يعني من رأى سيدنا ابو بكر طبعا اكرمة بالرفق بالرفق بالرأفة والشفقة طب من رأى سيدنا عمر بن خطبة دي الله عنه رزق بالقوة والعدل وهكذا من رأى سيدنا اصلا على حسب رؤية يعني رؤية الصحابي وبرضو بيدل على حال وظروف ايه الرائي اتمنى ان انا اكون افدتكم متواصل مع سلسلة تفسير الاحلامي الامام ابن سيرين دمتم في امان الله